السلام عليكم اهلا بكم حبيبي معاكم ميس مروة من قناة ميس مروة النهاردة ان شاء الله هنستكمل شرح منها كنا في الفيديو اللي فات بدأنا في يونت وان اخدنا لسون وان واخدنا لسون تو النهاردة ان شاء الله هناخد لسون ثري في يونت وان ولكن قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش عايز لايك كبير جدا للفيديو وشير للفيديو مع صحابكم طيب تعالوا بقى كده نشوف ليسون ثري بيتكلم عن ايه? احنا لما بدأنا في ليسون وان وليسون تو كان بالنسبالي ما فيوش حاجة جديدة كله كان بيتكلم عن يعني عن الحواس بتاعتنا وقلتلكوا كده هو لسه المنهج بيمهد واحدة واحدة خلاص هنينجي النهاردة في ليسون ثري هنتكلم جد شوية وهندخل في معلومات جديدة طب يا ميس مروة هو النهاردة في ليسون ثري هنتكلم عن ايه? هنتكلم عن المخ وعشان اكون واضحة وصريحة معاكم هم الكلمتين اللي جايين دلوقتي دول هم اللي بيلغبطوا شوية ولكن احنا هنحفظهم مع بعض علشان ما نتلغبطش فيهم خالص طيب المخ فيه جزء امامي وفيه جزء خلفي وفيه جزء كده في النص اسمه الجزء الاوسط الجزء الاوسط ده مهمته انه يربط بين الجزء الامامي والجزء الخلفي طيب يا ميس مروة والجزء الامامي هل ليه وظيفة او الجزء الخلفي ليه وظيفة او هنعرفه مع بعض يلا بنا نبدأ بقى هو الجزء الامامي من المخ اسمه سيريبروم سيريبروم يعني الجزء الامامي طب والجزء الخلفي اسمه سيريبروم 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 هو اللي لغبة شوية ان السبالينج او الساوند بتاعهم قريب شوية انما الامامي هنقولها مع بعض سيريبروم 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 الجزء الخلفي سيريبروم 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 اوكي الجزء الاوسط اسمه the brain stem طب يا ميس مروة هو الجزء الامامي اللي اسمه سيريبروم ده مسئول عن ايه مسئول عن الثوتس الافكار ومسئول عن المامريز مسئول عن الزكريات عشان كده لما بنجي نفكر بنمسك كده راسنا من قدام اوكي يبقى سيريبروم مسئول عن الثوتس ومسئول عن المامريز طيب والجزء الخلفي سيريبروم سيريبروم ده مسئول عن ايه مسئول عن الموفمنت عن الحركة وعن البالانس عن التوازن مقدرش اقول ان فيه جزء اهم من جزء اللي اتنين مهمين جدا ولكن الجزء الخلفي ساعات كده مسئول لما يكون عندي طفل سغير احنا بنحرص جدا ان هو ما يقعش على دماغه من وره او على راسه من وره لان ده ممكن لقدر الله يأثر على الموفمنت بتاعته او على التوازن فيه اطفال لقدر الله لما بتقع الجزء اللي وره ده بطريقة معينة لقدر الله ربنا يحميكم كلكم يا رب ساعات بيجي لها كده جزء شلل في جزء من جسمه اوكي يبقى عندي الجزء الامامي سيريبروم والجزء الخلفي سيريبروم سيريبروم اوكي طيب واللي بيربط الجزءين دول ببعض اللي هو الجزء الاوسط اسمه the brain stem طيب وفي تكوين الbrain اصلا عندي الفص الايصر left hemisphere هنا عندي البي اتش ف left hemisphere والفص الايمن right hemisphere اوكي هقول المصطلحات دي تاني سيريبروم سيريبروم سيريبيلم the brain stem left hemisphere right hemisphere طيب والنصين مع بعض بتوع الbrain بقول عليهم two halves two halves يعني النصفين the next word solving problems solving problems حل المسائل هبدأ كده من تحت creative activities انشطة مبتقرة choices اختيارات وهنا عندي balance توازن movement حركة بعدها عندي memories بعدها thoughts important jobs خدوا بالكم النقطة اللي جاية ممكن يجيلي سؤال يسأل لي مين هما المين areas of the brain المناطق الرأسية الموجودة في الbrain عندي three مين هما سيريبروم سيريبيلم the brain stem يبقى انا عندي three main areas ثلاثة مناطق رأسية موجودة في الbrain سيريبروم سيريبيلم the brain stem repeat after me هقولهم تاني واحدة واحدة عشان الولاد تحفظهم معي brain سيريبروم سيريبروم سيريبيلم سيريبيلم the brain stem left hemisphere right hemisphere main areas important jobs thoughts memories قلنا مين المسؤول عن thoughts والmemories سيريبروم سيريبروم اللي هو الجزء الامامي عندي بعديها movement وبالانس قلنا مين المسؤول عن الموفمنت والبالانس سيريبروم اللي هو الجزء الخلفي two halves مين هما two halves اللي هو left hemisphere وright hemisphere solving problems choices creative activities في عطلة نهاية الاسبوع add the weekend خلي بالكو هنا عندي بتاخد add add the weekend الصالة اللي موجودة في بيتنا اسمها lounge lounge دايما بيجي قبليها tidy the lounge cookery الطاهي عندي بقى شخص محبط كده بقول عليه dis appointed هقولها تاني عشان دي كبيرة dis appointed dis appointed يعني شخص كده محبط يعني ما عندوش تموح كده محبط كده وزعلان عندي before قبل عكسة على طول after بعد have to دي معناها كده زي must معناها لازم هنا بيقولي we have to tidy the lounge let's معناها هيا بنا let's دي على طول لازم يجي بعديها infinitive الverb في المصدر and the next page عندي right handed اللي هو اي من اليد الناس اللي بتكتب بايديها اليمين بقول عليها right handed يعني بتكتب بايديها اليمين left handed اللي هو ايصر اليد اللي بيستخدم ايدي الشمال left handed side جانب artistic معناها فني بيقولي right hemisphere of the brain is the artistic one لما نيجي نشرحهم دلوقتي هنتكلم ان right hemisphere ده مسؤول عن art والmusic والleft hemisphere ده مسؤول عن math ومسؤول عن science طيب دلوقتي هنتكلم عن ايه مسمروة احنا اتفقنا ان ال verbs عندي بيكون عندي regular verb افعال منتظمة بقول عليها منتظمة عشان بيكون اخرها دي او اي دي او اي اي دي دي بقول عليها regular verbs يعني افعال منتظمة طب دي حفز يا مسمروة اه طبعا حفزة طبعا مش بالطريقة المملة اللي هي بالورقة او القلم ولكن هقول لكم مسلا اقروها مرة بس واحدة كل يوم انا هارها لكم دلوقتي repeat after me هارها لن يناس بس ايه انا هارها مرة بس ايه Play, played, played Look, looked, looked Paint, painted, painted Remember, remembered, remembered Join, joined, joined Like, liked, liked Smile, smiled, smiled Move, moved, moved Use, used, used Practice, practiced, practiced Tidy, tided, tided Control, controlled, controlled طيب دي كنا بنقول عليها طيب دي كنا بنقول عليها Regular verbs يعني افعال منتظمة عندي بها القسم التاني اسمه Irregular verbs يعني افعال غير منتظمة دي مش بتحب دي خالص بقى دي لها شخصية كده مبتاخدش دي ولا اي دي ولا اي اي دي بقول عليها irregular verbs يعني افعال غير منتظمة دي بتغير شكلها خالص عندي الverb to be اللي هما am و is و are ده كده في المدارع في الباست بيبقوا was aware والباست participle بتاعهم been do و does الباست did don't have or has had had let 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 read 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 say said said think thought 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 make made 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 برضو اللي هقولهم دول irregular verbs افعال غير منتظمة choose choose chosen speak spoke spoken no هنا عند الكيس silent no new knowing draw draw drawing take took taken go went gone run ran run و عندي برضو ممكن ازود eat eat eaten عندي ايه تاني مش مكتوب عندي مثلا see saw seen اوكي هنا بقى بيقول لي did you know هل تعلم دلوقتي انا هتكلم ان عندي two halves عندي left hemisphere الفص الايصر و عندي right hemisphere الفص الايمن طيب بالنسبة لتكوين ال brain قلنا عندي جزء امامي cerebral cerebral و قلنا مسؤول عن thoughts وال memories و عندي الجزء الخلفي اسمه cerebellum ده مسؤول عن movement و مسؤول عن balance وال brain stem ده وظفته ان هو بيعمل بين cerebrum و cerebellum بيعمل بينهم join يعني بيربطهم ببعض طيب تعالوا نقروا جزء الشرحي ده ونشوف هنا بيقول لنا ايه بيقول لي our brain controls how we move what we remember and the choices we made طبعا المخ بتاعنا هو اللي بيتحكم how we move ازاي هبنتحرك what we remember ايه اللي احنا الاسيئة اني هبنتذكرها and the choices we make والاختيارات بتاعتنا كل ده عن طريق brain the three ركزوا معايا باعملوا line هنا the three main areas of the brain are قولنا مين هما لثلاث مناطق الاساسية number one cerebrum cerebrum دي number one number two cerebellum cerebellum دي number two and the brain stem the brain stem is number three and they all have important jobs وبيقول لي ان التلاتة دول كل واحدة منهم عندها وظيفة مهمة جدا the cerebrum controls هنا في الاول هيتكلم عن ال cerebrum الجزء الامامي the cerebrum controls our senses thoughts how we speak and our memories طيب بالنسبة للجزء الخلفي the cerebellum controls movement and balance ده بيتحكم في ايه؟ في الحركة والتوازن بتاع جسمي فيه ناس عكلة قدرة الله لما بتقع الجزء اللي ورا ده وبتفوق بيكون كده عندها عدم توازن لسه جسمها مش قادر كده يوقف على بعضه بيكون عندها عدم توازن the brain stem اللي هو الجزء اللي في النص ده joins يعني بيربط the two parts of the brain هو بس مهمته انه هو بيربط the cerebrum بال cerebellum the next part did you know هل تعلم there are two halves ها احنا عندنا two ولا three ولا four excellent two halves هما نصين بس or hemispheres ممكن يقول لي two halves or two hemispheres اللي اتنين صح in our brain موجودين في مخنا the left hemisphere نركز بقى the left hemisphere اللي هو الجزء الايسر اللي هو اللي فت ده ماله بقى مسؤول عن ايه is important for math مهمة عشان الماث will science and solving problems مهمة في ايه تعاو نكتب هنا كده هو بيقول لي ان the left ده is important for math وعندي ايه تاني وعندي science وعندي solving problems يعني حل المشكلات solving problems حل المشكلات يعني يعني الفص الايسر ده اللي هو left hemisphere ده جزء جد جدا بيهتم بال math وال science وال solving problems طب نيجي هنا بقى عند the right hemisphere we use the right hemisphere in creative activities هو بيحب الانشطة المبتقرة زي ايه؟ زي الارت وزي الميوزيك يبقى انا هكتب على الجزء ده right hemisphere الجزء الايمن يبقى حاجة هنا هكتب right hemisphere الفص الايمن ده الفص المفرفش بتاعنا بقى ده بيهتم بايه؟ ده بيهتم بال art وبيهتم بال music ده كده الفص الرايق مين هو اللي رايق عندي؟ right hemisphere بيهتم بايه؟ بيهتم بال art وال music انما عندي left hemisphere بيهتم بال math وال science وال solving problems احنا لما ننكن حل مسألة او نفكر في science او يكون عندي مشكلة بنستخدم مين؟ بنستخدم left hemisphere انما لما يكون عندي art ويكون عندي music يكون عندي creative activity بنستخدم مين؟ right hemisphere الفص الايمن يبقى كده حبيبي احنا انتهينا من lesson 3 في unit 1 من هتconnect plus لgrade 4 ما تنسوش like للفيديو وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة وان شاء الله نتقابل الفيديو الجاي اشتركوا في القناة